بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر بالفقيه ودرسي اليوم مجرد اضافة للدروس اللي راحت ومنسوي فيه شيئين اول شيء بنعدل حركة اللاعب لان حركة اللاعب تمشي تدريجيا يعني ما هي من صفر الواحد واحد الى صفر فيها زيل القامة العشرية فبنعدل هذا الشيء وثاني شيء بنضيف عداد للكوينز كل ما نجمع يظاهر لنا كم كوينز يمعنا وبس وقبل لا ابدأ اعتذر بس على صوتي لاني مزكم يلا نبدأ بسم الله اول شيء نعدل حركة اللاعب زي ما تشوفوا ثقيل الحركة شوية يعني بعد ما ارفع يدي من التحكم لسا اللاعب قاعد يمشي فعشان نعدل اول حاجة نروح نختار البلاير الريجد بادي لدراج نرفعها شوية خفت الحركة اللي تظهر بعد ما نرفع يدنا من التحكم طيب بس في البداية اول ما نضغط على التحكم على اي زر من ازرار التحكم اللاعب ياخذ يعني ثاني تقريبا عشان ينتقل من صفر للواحد يمشي تدريدية السرعة تدريدية نبغاها ثابتة يا واقف يا يمشي فنفتح السكريبت حق اللاعب ونغير بس get access لget access row زي ما نشوفه زارة حركة اللاعب شارب او حادة اكثر ما هي زي اول افضل بكثير والفرق بين input get access وget access row بس هذه السطرين كتبتها عشان نوريكم الفرق بين get access وget access row نفتح الكونسل زي ما تشوفو عندنا الرو يا صفر يا واحد يا صفر يا واحد او سالب واحد بس اما النورمال العادية الget access بس صفر واحد صفر فاصلة سبعة صفر فاصلة ستة تأخذها تدريدية ارقام عشرية وهذا اللي تسبب بطء الحركة في البداية تدريدية من الصفر للواحد اما الرو يا صفر يا واحد فتكون الحركة افضل وذاني سيب نضيف العداد نروح عند game object ui text زي ما انتم شايفين هي قدامنا الكبيرة نروح هنا لضغة 2d عشان نتحول ما بين 3d و 2d تضغطوا على هذه التول هذا الاداة او اختصار T ونسحبها لما من فوق بعد ما تسحبونها تروحون عند anchor top left هذه فائدتها عشان ياخذها كratio او كنسبة فين ما كانها بالشاشة عشان هذه من اكبر المشاكل في UI او user interface الواجهة المستخدم انها تكون شاشة صغيرة او شاشة كبيرة يعني مثلا لو قلت له حطها في المكان الفلاني بعد 20 بيكسل طيب اذا كانت شاشة كبيرة جدا بيكون مكانها غلط فهذه بس عشان تعطيك نسبة تقريبا فنحطها من الشاشة فنقول له top left يعني اعلى على اليسار نكتب صفر بس ونكبر الخط شوية ويتم تغيروا اللون بكهفكم اختاروا اي لون نرجع لسكريبت اللاعب بس نقول له using unity engine dot ui ونضيف مرجع للمتغير او التكست اللي سونا public text نسميه score وبكل بساطة كل ما نجمع اي كوين نسوي update او تحديث لل score التكست score dot text يسوي ال coins اللي جمعناها dot two string two string هذي دالة تحول اه المتغيرات الثانية يعني مثلا زي ال coins integer رقام صحيحة فيحولها الى نص string زي كذا يسايف ونرجع نروح لل player زي ما تشوفون جالنا اه مربع جديد لل text نسحب بس اللي سونا ونجرب اللعبة بسم الله وزي ما تشوفوا العداد اشتغل وقعد يعدى لنا ال coins اللي جمعناها وكذا وصلنا للنهاية درس اليوم كان خفيف ان شاء الله تكونوا تستفدتم منه اه واذا عندكم اي سؤال او اي اقتراح اكتموه تحت في ال comment واش الدروس اللي تبغونها الجاية تكون عنيش اه وبس كان معكم عمر بن الفقيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته